في العملية مش محتاجة تفكير كتير بس حضرتك دلوقتي وانت بتتفرج علي انا متأكد انك مديون وانا مش جاي هنا نكد عليك او اقلب عليك المواجهة اطلاقا بس انا جاي افكر معاك واخليك تتكلم بصوت عالي وتقول للناس كلها انت مديون بكام عليك ديون بكام يا طرى بتكمل اخر الشهر ولا مش بتقدر بتعرف تسدد الديون اللي عليك في معادها ولا لا مش هدخلك بقى في قصة انت عندك كريديك كارد لا انا عارف ان اللي بيتفرج علي دلوقتي ولا معك كريديك كارد ولا اي حاجة هو بروح يستلف الخمس تلاف ولا الالفين ولا العشر تلاف ولا ايا كان واللي بيدخل جمعية واللي بيعمل مش عارف كذا والحاجات دي كلها انا عارفها كويس في ظل وجود رئيس للدولة بيروح يشتري طيارة بعشرة مليار وبياخد منك تريليون جنيه ضرائب في ظل ان العملة بتنزل كل يوم عن التاني في ظل ان عدد كبير جدا من الاسر المصرية بتستلف عشان تكمل الشهر بتاعها احد موظفي المخابرات العامة طلع قبل كده وقال لك الناس لما مرتبها بيخلص بتبدأ تبيع تقلع الساعة بيعمل مش عارف كذا بيبيع ايه بيعمل كذا ده الحال في الشرع المصري وده الحال في البيوت المصرية فاكر الكراس الصفرة او النوتا والمحلات اللي انت بتحسبها شكك والكلام ده كله كنا بنسمع عنه زمان ايام مبارك لكن دلوقتي اصبحت هي السياسة العامة لكل الناس لا يكاد بيت في مصر يخلو من الديون الديون سواء عشان تدخل ولادك مدارس الديون عشان تجوزي بنتك الديون عشان تجهزي بنتك غير الجواز كمان غير الفرح لا ده فيه الجهاز وفيه مش عارف كذا الديون عشان تدخل ابنك جمعة الديون عشان ابنك عايز يسافر برا الديون عشان كل حاجة البلد دلوقتي كلها اصلا مديونة كان فيه احد الموظفي المخابرات العامة برضو جبناه لكو قبل كده هو بيقولك لو كل واحد يدفع 800 دولار هتسدد الدين اللي عليك لمصر وبعدين ابنك هيقولك احنا رايحين فين يا بابا هتقوله رايحين نسدد ديون مصر يقولك ما هم ضيعوها فابو يقوله اه ما هم ضيعوها بس احنا رايحين ندفعها تاني فهم ما ضيعوها فعلا ده كان الاسلوجن اللي عملناه في الحلقة ايامها لكن الدولة المصرية الحقيقة تاريخها مع الديون الدين العام تحديدا هو تاريخ طويل جدا موقع زي المنصة عمل تقرير النهاردة بيتكلم فيه عن تاريخ الدين العام مع الحكومات المصرية المتعاقبة خلينا نشوف تفاصيل اكتر في الفيديو اللي جاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندك وبكل مجهودك عشان يدوبك بس تفضل محافظة على مكانك عشان بس توصل اخر الشهر مش مديون عشان يدوبك تاكل وتشرب اللهم اجعل عشتنا في البلد دي شفيعة لينا والله اصبحت دعوة جميلة مش فعلا انت يا رب شفع فينا المرض وشفع فينا الصبر على المرض وشفع فينا الابتلاء واضح ان العيشة في مصر اصبحت من الحاجات اللي هنسأل ربنا انه شفعها فينا الناس اللي في مصر بتقول الكلام ده والتغريدة دي بتقول كده تغريدة اخرى عن نفس الموضوع برضو بيكتبها خالد العسال او العسال صحيح بيقول مش مهم مين مديون بكام دي ارقام ليها مليون رد هيقولك ما هي امريكا اكبر دولة مديونة في العالم المهم دخل الفرد كام حجم استفادته من الدخل ده ايه دور الدولة ايه في الاستفادة ده المختصر المفيد قوة الدولة واقتصادها ينعكس في النهاية على الفرد ومدأ احساسه بما يبذل النظام من مجهود يعني انا مديون بكام في اخر الشهر انا وضعي ايه في اخر الشهر انا قادر اكمل بالمرتب او بالدخل اللي بيدخل لي ولا لا هو ده السؤال المهم اللي بيقوله الاستاذ خالد العسال وهو محق الحقيقة ما تكلمنيش عن مش عارف ايه ومقارنة ايه قولي انت بتقبط كام بيكفيك لاخر الشهر ولا لا لو لا يبقى الدولة عندها مشكلة تعال نشوف تغريدة اخرى من مين من سلين ساري بتقول يولد المصري وفي قلبه ورقة بردي مكتوب عليها بحروف ذهبية ان السخرية هي المنقذ الوحيد من اليأس ده جيلبرد سينوي دلوقتي يولد المصري وفي قلبه ورقة حكومية مكتوب عليها بحروف تقطر ذل انت مديون بكام والله انا بشكرك يا سلين على التغريدة دي تنفع اخر كلام في حلقة النهاردة اللي هو يولد المصري وفي قلبه ورقة بردي مكتوب عليها بحروف ذهبية ان السخرية هي المنقذ الوحيد من اليأس المصريين بيسخروا من كل حاجة لكن دلوقتي هي بقت ورقة حكومية مكتوب عليها بحروف تقطر ذل انت مديون بكام وهو ده سؤال حلقتنا النهاردة تغريدة اخرى من احمد السيد بيقول انا حزين عن الناس اللي محروق اعصابها بسبب التكليف على الكليات الطبية اي نعم مش بنقلل من التكليف لكن ما تديش الموضوع اكبر من حقه الارزاق على الله وكل واحد مكتوب له رزقه ولا تموت نفسه حتى تستوفي رزقها واجلها ثانيا مرتب الحكومة ده تشتري بيسا داوتشين فول كل يوم وهتطلع ما ديون اخر الشهر عشان كده بقولك ان كل بيت في مصر لا يخلو من الديون او التفكير في الديون هنخلص الفلوس وهنستلف من مين وهنستلف كام وهنسدهم ازاي تغريدة تانية من مين من جمال جمال صبح بيقول في مصر ان جنرال ان جنرال اه ان جنرال او كتبع بالعربي بتتخلى عن حلمك والحاجة اللي بتحبها وبتشتغل شغلانة مؤقتة تجيب لك مديات يا دوبك تعيشك لاخر الشهر وتبقى عملت اللي عليها وعملت اللي عليها لو طلقت من الشهر مش مديون ولو هتشتغل الحاجة اللي بتحبها هتتداين لطوب الارض عشان مش هتجب لك المديات اللي انت عايزها في الاول واصلا عايز فلوس عشان تبدأ يعني انت مديون بكام او هتتداين بكام تغريدة كمان بعد جمال من حسن النجار بيقول طب هو انا يعني يا معالي الوزير اللي زودت البنزين والسلال عشان المديونية بتاعت ساعاتك تزيد انا راجل غلبان بقبض الفين جنيه على اخر الشهر بكون مديون انتوا عايزين مننا ايه على العموم تعالى على الناس كمان نحدم الناس هي اللي هتيجي عليك مع تصريحات ليه وزير النقل ان احنا عايزين نسدد ديوننا يبقى ده كان اراء او دي كانت اراء بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي لكن الحقيقة احنا حاولنا كده نشوف انت مديون بكام ايه اهم الارقام اللي المصريين عايشينها الفترة اللي فاتت تعالوا نشوف مع بعض انت مديون بكام خمسين في المية من الاسر المصرية اضطرت للاستدانة لتلبية ضرورات المعيشة من فبراير حتى سبتمبر عام الفين وعشرين ده مين اللي بيقول الجهاز المركزي للتعبئة والاحصر صافي الدخل الشهري للمواطن المصري هو سادس اسوأ صافي دخل في العالم بعد سريلانكا وباكستان ونجيريا ونبالا وفنزويلة نقف هنا شوية ده وفقا لسي او وولد مجازين في 2022 احنا سادس اسوأ عفوا سادس اسوأ صافي دخل في العالم بعد مين ركز معايا في الكلمة جاتلك تاني الشبح بتاعنا سريلانكا وباكستان ونجيريا ونبالا وفنزويلة احنا سادس دولة بعدهم كلمني اكتر كلمني اكتر عن المقارنة مع بريطانيا كلمني اكتر عن غلاء الاسعار كلمني اكتر عن المانيا وفرنسا يا بني ادم روح شوف الدول الصورة اللي فاتت دي تتبروز تحطوها برضو لأحمد موسى وتحطوها لكل موظف في المخابرات العامة في مدينة الانتاج هناك لما يكلمك عن بريطانيا والاسعار قل له جاتك خيبة قل له احنا سادس اسوأ دخل شهري في العالم بعد سريلانكا ونيبال ونيجيريا والدول اللي استعرضناها مع حضراتكم التدخم بيرتفع في مصر في أغسطس 22 ل 15.3 من 10 وهناك توقعات انه هيزيد اكتر في الفترة اللي جاي كمان الاسعار الاغذية بترتفع في شهر اغسطس على اساس سنوي بنسبة 24.3 من 10 ما هي دي اسباب الدين يا جماعة هي الناس بتدين ليه لان اسعار السلع بتزيد على سبيل المثال ارتفعت اسعار الحبوب والخبز 50% تقريبا الزيوت والدهون 32% الالبان والجبن والبيت 26 او الجبن والبيت 26 و 9 من 10 في المية اللي حمو الدواج و الدواج 23 في المية النقل والمواصلات 16 ونصف في المية ده وفقا للجهاز المركزي للتعباء والإحصى ما يدخلش واحد دلوقتي سخن وعايز يدافع او يبرر فيقول لي انت بجيب العرقام دي اهو يا بي اقرى المصدر عشان ما تتعبنيش لما روح عقود هناك وانا قاعد اقرى الرسائل بتاعتك ارجوك انا شايفك اللي بتكتب دلوقتي وسخنته ايوة فلتنظر الى بريطانيا انت جاي بالارقام منين مش جايبها من بيتنا وانا جاي انا جايبها من الجهاز المركزي للتعباء والإحصى فارجوك عشان ما تتعبنيش واضيع وقتي بعد شوي ديون مصر الخارجية بلغت 100 بالراحة جماعة انتم استعجلين ليه ديون مصر الخارجية بلغت 157.8 من 10 مليار جنيه حتى الربع الاول من 2022 ده البنك المركزي المصري طيب ما تيجي نشوف كده احنا مديونين ليه احد اهم اسباب الدين في مصر هي الدرايب الحكومة بتحصل على درايب من المواطنين كريليون و 168 مليار جنيه بنسبة حوالي 77% من ارادات الدولة حسب موازنة العام الحالي 2022-2023 دي وزارة المالية محمد معيد بين مش طلع لناك كلام ده فحضرتك مديون لانك بتدفع للدولة درايب بس الدولة مش بتديلك مرتب كويس ومش بتديلك خدمات فانت بالتالي بيتعاني من ازمة كبيرة جدا طيب نشوف معلومة اخرى متعلقة باسباب الديون في مصر ستنفق مصر 90 مليار دولار ما يمثل 54% من اجمال الانفاق العام على اقصاط الديون وفوائدها في 2022-2023 ده برضو الرئيس بتاعنا محمد معيد سيبقى القصة باختصار شريد انت مديون ليه لان الدولة مديونة والنظام مديون والسيسي مديون وكل حاجة بتحصل حوالينا بتقول انك لازم تكون مديون اسعار بتزيد درائب بتزيد مفيش خدمات مش قادر تكمل لاخر الشهر متوسط الدخل بتاعك سادس اسوأ متوسط الدخل على مستوى العالم مش بنتكلم في افريقيا مش بنتكلم في العالم العربي لا ده انت جايب بعد سريلانكا وبعد نيجيريا بعد وبعد وبعد انت وبعد نيبال بين انت سادس اسوأ دخل في العالم وبالتالي طبيعي جدا ان حضرتك اللي بتفرج عليها دلوقتي تكون مديون مين المسؤول عن انك مديون ده سؤال مهم هل انا المسؤول حد يقول لي اسامة هو انت كل موضوع هتطلع تقول لنا كده هقولك اه عارف ليه لان احنا بنتعامل مع اسوأ عينة وفئة من المدلسين اللي مرت على التاريخ المصري القديم والحديث يا راجل صحرة فرعون قبل ما يسلمه وهامان ما كانوش بهذا يعني التدليس الفج اللي احنا بنعيشه مع عبد الفتاح السيسي ورجالاته واعلامه وموظفين قصة ان احنا عندنا ديون واحنا مش عندناش موارد واحنا عندنا كذا فبقولك تاني مين المسؤول عن انك مديون النظام المصري رأس النظام المصري الحكومة المصرية موظف المخابرات العامة اللي اسمهم اعلاميين بنك المركزي الاقتصاديين المصريين ليه بنقول كده لان هم اللي بيحكمه هم المسؤولين عن توفير راتب يكفيك لاخر الشهر وما يخليش خمسين في المئة من أسر المصرية بتستدين لنهاية الشهر